استقبل الفرق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الرئيسي المفتش العام لبوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول جاء ذلك بحضور سعادة رئيس الأمن العام ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني وفي مستهل لقاء رحب معالي الوزير بسعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الرئيسي والوفد المرافق مؤكداً عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والحرص على تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في كافة مجالات العمل الأمني وأشهد معاليه بالتعاون بين وزارة الداخلية ومنظمة الانتربول في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة ومواجهة التحديات الأمنية معرباً عن تقديره للجهود المتميزة والاحترافية التي تقوم بها المنظمة لمساندة أجهزة الشرطة الدولية وتقديم كافة سبل الدعم لمكافحة الجرائم التي تتخذ طابعاً دولياً في إطار المحافظة على الأمن والسلم الدوليين وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الأمنية بما من شأنه دعم مسيرة التعاون الأمني والارتقاء بالأداء في مواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات المتسارعة ترجمة نانسي قنقر